سلام الله عليكم أخواتي الكريمات مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم ريحنا وإمران فيديو اليوم بإذن الله تعالى هو وصفة للرجال والنساء على حد سواء لكل زوجين يريدان الإنجاب بإذن الله تعالى وصفتنا اليوم تعالج الدعفة التبويض تعمل على إخراج البويضة وتعالج البويضة الصغيرة تعطيها حجمها الطبيعي وتعمل على تلقيحها أخواتي هذه الوصفة تعيد الدورة الشهرية المنقطعة وتعمل على ضبط الهرمونات الأنتوية وبذلك هي تنظم كذلك الدورة الشهرية بالنسبة للأخوات الذين يعانون من عدم انتظامها إذن وبدون إطالة نمر إلى مكونات هذه الوصفة لدينا مكونان يعملان على علاج تأخر الحمل الناتج أن ضعف التبويض يعالج ضعف الإخصاب عند الرجال حيث تساهم في جودة السائل المنوي في العدد والحركة بحيث يصبح الحيوان المنوي سريع وكثير مما يسهل مروره إلى داخل الرحيم وبذلك تتم تلقيح البويضة إذن نحتاج إلى عشبة الينسون النجمي أو الباديانا وكذلك تسمى بالعامية نويويرا وهذا شكلها على شكل النجمة دورها تسرع الحمل وتنشط المبايد وطارد لهواء الرحم وتخرج الغازات كذلك من الأمع وسنحتاج كذلك في هذا الوصفة المكون ثاني وهو الزبيب يجب أن يكون الزبيب إما أحمر أو أسود لا تستعمل الزبيب الفاتح اللون هو كذلك منشط قوي للمبايد يعمل على تكبير حجم البويضة إذن نمر لتحضير الوصفة الوصفة سنحتاج فيها إلى تز حبات من الينسون النجمي أو نويويرا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن وضعت تسع حبات كما سلاحظون ثم نضيف إليهم ما يعادل ملعقة كبيرة من الزبيب الأسود ثم سأضيف إليهم مقدار ليتر من الماء المغلى ثم نقفل الزجاجة للحفاظ على الزيوت الطيارة ثم سأترك هذه المكونات تنقع لمدة ليلة كاملة وفي الغد بعد مرور الليلة الكاملة نزيل حبات الينسون النجمي لكي نستعمل الوصفة الوصفة للزوجين معا تأخذ ما بعد الدورة الشهرية نأخذ كوب من هذا المنقوع كل صباح يوميا تأخذ الوصفة لمدة عشرة أيام بالنسبة للنساء وعشرين يوما متتالية بالنسبة للرجال إذن إذا استفدتم من الوصفة فالمرجو الضغط على زر الاشتراك فضلا وليس أمرا ودعمي بلايك لدعم هذا المحتوى ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادم بإذن الله